السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم كل أصدقاء قناة بيزا بيست وان التعليمي وزي ما وعدناكم هنعمل لكم سلسلة حلقات عن تعليم الكتابة على برنامج الورد على الموبايل طبعا الأغلبية العظمة فيكم شايلين التليفونات فأكيد الكل هيبقى عايز الشرحة على الموبايل أكتر من الكمبيوتر وطبعا الكمبيوتر أسهل كتير من الموبايل وزي ما اتفقنا حنتعلم ونعلم أولادنا حتى لو كانوا لسه في تالتة ابتدائي علشان عايزينهم السنة الجاية يكتبوا أبحاثهم بأيديهم على الكمبيوتر أو على التليفون ويرفعها بنفسهم على المنصة مش عايزين نكتب البحث تاني على الورق احنا عايزين نعاصر عصر التكنولوجيا عايزين نبقى زي دول متقدمة وأبنائهم بيستخدموا التكنولوجيا بطريقة صحيحة احنا كمان عايزين نبقى زيهم احنا مش أقل منهم في حاجة ويلا نبدأ مع بعض أول حاجة هنحمل التطبيق من على متجر جوجل بلاي التطبيق اسمه مايكروسوفت ويرد هنكتب في البحث مايكروسوفت ويرد تمام؟ هو ده اللي احنا نقصده وطبعا انا محملاه عشان كده هو جايب لي فتحة على طول لكن انتو هيظهر عندكو اللي هو تثبيت التطبيق فعملولي تثبيت حملوه بعد ما تحملوه هنبدأ نفتح البرنامج وطبعا التطبيق ده جميل جدا وهيعجبكو كمان هيبقى مسلق جدا للاولاد في فترة الصيف أول ما نفتحه هيظهر لنا بالشكل ده شايفين علامة الزائد هنضغط عليها أول ما نضغط عليها هيفتح لنا ملفات بالشكل ده احنا هنختار مستند فارغ مستند فارغ وطبعا التطبيق ده لمميزات كتير زي ما انتو شايفين لو حد عايز يعمل سيرة زاتية عندك هو سيرة زاتية أساسية وكمان سيرة زاتية بنمط غامق صفحة غلاف بنمط غامق يعني في حاجات كتير قائمة طبعا الحاجات ده ما تخصش الأولاد هنا دي تقويم برنامج يعني انتو اللي ممكن تستفادوا من الكلام ده لكن الأولاد بلاش دلوقتي خليهم بعدين يكتشفوا الكلام ده وبعدين احنا خلينا الأول نتعلم الكتابة على برنامج الورد فهنضغط على مستند فارغ أول ما نضغط عليه هيفتح لنا صفحة بالشكل ده وعلامة الألم متنشطة على طول أوتوماتيك بعد كده أنا حضغط ضغطة كمان علشان تظهر لي لوحة المفاتيح اللي هكتب بها تمام كده ظهرت لي لوحة المفاتيح هبدأ أكتب طبعا هو منشطها لي من نحية اليمين فأنا هكتب لغة عربية هنعرف ازاي لو عايزين نكتب لغة انجليزية من نحية الشمال هنعرف الكلام ده بعدين أنا هنا هكتب بسم الله الرحمن الرحيم عشان نشرح عليها زي ما انتو شايفين الخط صغير جدا طيب الخط ده أنا عايز أكبره أعمل ايه شايفين حرف البي الغامق هنضغط عليه أول ما يتظلل كده في سهم فجانب شايفينه اللي هو السهم اللي طالع لفوق هنضغط عليه هيفتح لنا القائمة اللي قدامنا شايفين حرف البي مكتوفها على طول برنامج نص معاقد لنص أساسي ده ايه لما اضغط عليه هيفتح لي القائمة دي القائمة دي عبارة عن أشكال للخطوط أشكال كتير للخطوط ودي بتكون ظهرة جدا في اللغة الانجليزية عن العربية بيديك أشكال لخطوط اللغة الانجليزية كتير جدا هنبقى نورها لكم لما نيجي نكتب لغة انجليزية طب أنا عايزة أغير حجم الخط عايزة أكبر الخط هنضغط على الرقم اللي أصاد الكلام اهو الرقم 11 فتح لي أحجام للخط كتير هه هبدأ أختار مثلا رقم 20 هضغط عليها الخط أنا لاحظت أن الخط ما تغيرش ليه؟ لأن أنا ما ظللتش الكلام مفروض كل ما جي أعمل تنسيق لازم أحدد الكلام فأنا بضغط ضغطتين كده واختار تحديد الكل زي ما أنتو شايفين اتظللتها أول ما تظللت حبدأ أضغط على 20 كبرلي الخط شوية طب لو مثلا ضغطنا على 24 كبرلي الخط أكتر كل ما أضغط على الرقم حيكبر لي الخط أكتر اه نضغط مثلا على 24 الخط كبير شوية كمان يبقى كده عارفنا نكبر الخط إزاي طب أنا عايزة أخلي الخط غامق هضغط على حرف البي الغامق بي دي اختصار كلمة bold يعني الخط غامق أهو غمق للخط طب عايزة أخليه ميل هضغط على حرف الآي الميل ده طب تحته خط هضغط على حرف اليو اللي تحتها خط طب نفترض أنا مش عاجبني الخط عايزة أشيله شايفين السهمين اللي فوق أيوة أضغط على ده يروح شايل الخط طب عايزة أعدله مش عايزه ميل أضغط كمان ضغط عايزه مش غامق أضغط كمان ضغط لقيت لا ده كان الاول افضل حضغط تاني من السهم التاني هيبدأ يرجع للتنصيق يبقى انا عندي السهمين دول واحد بشيل التنصيق اللي انا عملته واحد برجعني للحاجة اللي انا عملتها تاني لكن ضروري تخلي بالك انه ما تعرفش تعمل اي تنصيق على الكلام تغير لونه او حجمه او الكلام ده كله الا اذا كان متحدد لو مش متحدد عمره ما حيتغير معاك طب نقول تاني طريقة التحديد اهو احنا وقفين عند الكلام هضغط على اي كلمة هيظهر لمربع في تحديد الكل اضغط على كلمة تحديد الكل وبكده اتحدد الكلام اقدر اعمل اي تنصيقات انا عايزها تعالوا نغير لون الخط يبقى انحدد الجملة الاول شايفين حرف الايه اللي تحته خط باللون الاصمر هضغط عليه هتفتح لي قائمة الوان كتير هابدى اختاره اللون اللي اعجبنا انا اخترت الاحمر طب لو احنا حابين نظلل الكلام اللي كتبناه شايفين علامة القلم اللي تحتها خطة بيض هنضغط عليها فتحت لنا الوان للتظليل هنختار مثلا لون الاصفر يبقى كده الكلام تظلل باللون الاصفر لقيت شكله مش عاجبني فهعمل ايه عايز ارجع في كلامي تاني يبقى هنضغط على السهم اللي فوق في الخلفية الزرقة ايوا يبقى كده شل التظليل تاني خلي بالك بقى من حاجة مهمة جدا انا دلوقتي خلصت كتابة السطر الاول اللي كتبتي فيه باسم الله الرحمن الرحيم عايزة تنقل السطر اللي تحته فحبدأ اعمل ايه حبدأ انشط الالم بالشكل ده اشيل التظليل اللي كان على بسم الله الرحمن الرحيم وابدأ اضغط على السهم اللي في لوحة المفاتيح تحت يبقى نقلني على السطر اللي تحت بس يعمل لي حاجة خطيرة اللي هي ايه نقلني بنفس التنصيق الكلام اللي هكتبه حيبقى باللون الاحمر حيبقى تحته خط وحيبقى ميل بنفس التنصيق اللي احنا كتبنا به السطر اللي فوق طيب اهي مثلا عايزين نكتب بحث عن السياحة في مصر زي ما انتو شايفين كتب لي الكلام باللون الاحمر وخط ميل وتحته خط وبنفس حجم الخط اللي فوق يعني كل التنصيق اللي عملته فوق اعملهولي تحت طيب دي مشكلة انا عايز العنوان بس اللي باللون الاحمر وفي التنصيقات دي اعمل ايه واحد يقول بسيطة نظلل نختار تحديد الكل ونشيل الخط مثلا لو احنا عايزين نشيل الخط طيب ما انت لو عملت الحركة دي عملت تحديد الكل شلت الخط شلك فوق وي تحت دي مشكلة برضو ليه لان انت ما بتقول تحديد الكل هيحدد لك الكلام كله طيب اعمل ايه في الحالة دي نرجع تاني من السهم اللي فوق نسيب الكلام زي ما هو لو انا عايزة حدد كلام معين اه حاعمل ايه حقف على اول كلمة من الكلام اللي انا عايزة حدده زي كلمة بحث هضغط عليها ضغطتين عشان تتظلل اول ما اضغط عليها ضغطتين هتبدأ تتظلل بالشكل ده وتظهر لي العلامتين اللي تحت زي علامة نقطة المية دي هبدأ اشد لناحية الكلام اشدها لحد ما وصل لاخر كلمة انا عايزة حددها تمام دي لو انا عايزة حدد كلام معين طريقة الاسهل مرات بسرعة بيروح مزللل السطر كله ضغطتين بتظلل كلمة واحدة بس يبقى ضغطتين بتظلل كلمة ثلاث ضغطات وراء بعض بتظلل السطر كله لكن لو انا مش عايز السطر كله وعايز حاجة معينة بقف على اول كلمة ضغطتين وشد من العلامة اللي عاملة زي نقطة المية لحد اخر كلمة انا عايزها عايزين بقى نشيل الخط اللي تحت السطر يبقى هنضغط على حرف اليون نشيل التزليل بتاعه نشيل تزليل الواي عشان نعدل الخط لو عايزين نخليه خط رفيع مشتخين هنشيل تزليل حرف البي نبدأ نغير اللون من حرف الان يخليه اسود ولو عايزين نظلل السطر بلون معين هنضغط على علامة القلم اللي تحتها خطة ابيض نختار بمسال لون الاصفر طب احنا لو حابين نغير حجم الخط ونكبره شوية فاكرين بنعمل ايه هنضغط على السهم اللي في الجنب هتفتح لنا القيمة هنا نختار الرقم اللي هو 24 نضغط عليه هتظهر لنا ارقام كتير نختار الرقم اللي عجبنا مثلا هنختار الرقم 36 يا ترى الحجم الخط تغير ما تغيرش الخط زي ما هو وطبعا اكيد انتوا عارفين السبب ليه لان انا ما ظللتش الكلام اللي انا عايزة اكبره يبقى نرجع نظلله تاني نختار الرقم 36 اتكبر معايا على طول الخط تمام يبقى دي كانت التنسيقات بتاعتنا وطبعا بعضكو بيسأل دلوقت هو احنا كل ما نيجي نكتب سطر جديد هنلف اللفة دي كلها طبعا لا احنا مفروض قبل ما نتنقل من السطر اللي احنا فيه هنبدأ نضغط ضغطة جنب الكلام علشان نشيل التزليل بعد كده هنبدأ نعدل التنسيقات بتاعتنا علشان الكلام اللي نكتبه بعد كده مش يكون عليه نفس التنسيق اللي احنا عملناه وليكن احنا عايزين نكتب كلام جنب ببحث عن السياحة في مصر بس ما يكونش متظلل باللون الاصغر فهعمله هبدأ اشيل التزليل ازاي هنفتح علامة الالم دي برضو فيه مربع ابيض مكتوب جنبه بلا تعبية هنضغط عليه يبقى معنى كده ان اي كلام هكتبه بعدين سواء في السطر ده او اللي تحته مش هيكون متظلل باللون الاصفر تمام اهو بقت علامة الالم رجعت تاني متظللة بالابيض نخلي بالنا من حاجة مهمة ان الشريط اللي فوق لوحة المفاتيح اللي هو في التنسيق حرف البي والاي واليو دول لو انا ظللتهم الكلام اللي حكتبه حيبقى عليه نفس التنسيق اللي حكتبه بعد كده طب لو شلت التزليل يبقى الكلام مش هيبقى عليه التزليل يعني مش هيبقى غامق ما يبقاش ميل وما يبقاش تحته خط يبقى انا شلت التنسيق من على حرف البي والاي واليو اللي تحتها خط وشلت كمان اللون الاصفر من التزليل وكمان مديني حرف الاي تحته خط اصمر معنى الكلام ان الكلام اللي حكتبه هو اولا السياحة والدخل القومي دي الكلام اللي حكتبه اهو تكتب ليه مش تحته خط ولا ميل ولا غمق وتكتب باللون الاصمر وكمان الخلفية بتاعته بيضة ما هيش صفرة زي الكلام اللي فوقها طب تعالوا اللون السطر ده باللون الازرق تلات ضغطات ظلال للسطر كله بعد كده من علامة الايه هاختار اللون الازرق لو ولي الكلام باللون الازرق عايزه غامق هظل الحرف البي عايزه ميل هظل الحرف الاي الميلة تمام طب عايزة اشيل الخط الميل اشيل التظليم على الاي عايزة اشيل البي لغمقه او عايزة اخلي الخط رفيع مش تخين بنشيل التظليم على حرف البي وبكده أعتقد أنت حفظت التنسيقات أنا قررتها كتير جدا طول ما أنا بشرح ما لا قرر فيها طبعا أنا عاملة حساب إنه ممكن الأولاد هما اللي يكونوا بيتابعوني فأكيد التقرار التقرار حيخليهم يتعلموا أسرع وكل اللي مطلوب منهم إنه هما يحاولوا يعملوا الكلام ده نزلوا البرنامج وبدأوا طبقوا الكلام اللي أنا بعمله ده عملي في البداية حيكون صعب مع التقرار هتلاقي نفسك صاروخه بتعمل الكلام ده بسرعة رهيبة انتظرون الحلقة الجاية علشان نتعلم حاجات جديدة وطبعا الناس اللي طلبت مننا إدراج الأشكال والكتابة فيها إن شاء الله الحلقة الجاية حوريكم إزاي ندرج أشكال هندسية ونكتب فيها انتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته